فورسة أفريكا تحالف هذية تحالف جافي اللي تقريبا يلم قرابة مليار دولار لدعم تصنيع اللقاحات في أفريقيا نظرا للوضع اللي يعيش فيه العالم منذ تقريبا اليوم خمسة سنوات بعد الكوفيد اهتمام أكبر وأكبر بتصنيع اللقاحات على المستوى المحلي مش كان في أفريقيا بركة في القارات الكل ولكن أفريقيا عندها خصوصية أخرى لأنه فيما العديد من الأمراض والأوبئة المنتشرة بيش نحكيه على التحالف اللقاحات اللي معروف باسم أفما اللي أعلن مؤخرا سيريذا في بيان ليه كانت شهر نهار 7 ديسمبر اللي فات إنه مجلس لدارمته وافق إنه يطلق برنامج يسرع من خلاله تصنيع اللقاحات في أفريقيا وهو يعتبرها كأنه أداة متع تمويل متع فنانسما تعاون المؤسسات إنها تطور اللقاحات ومليار دولار اليوم تحط على الطاولة لدعم التصنيع هذي هو بتبيت لحالي التصنيع المحلي في أفريقيا متع اللقاحات هذي وحد في المئة من حاجيات أفريقيا ما نتقي كل جاي من البر فجاء الوقت أنه ماناها الحد يأخوا الامور هذي باكتر جدية جات هن المبادرة هذية باش من هنا للفين وربعين يعني من القل من قدش سبعة وسبعة سنة سنة سبعة عشر سنة ننتقلوا من واحد في المئة إلى ستين في المئة من حاجيات القارة الأفريقية متاع دو فكسن اللي هو معناها تخيزون بسيو ماك تحط انتي لبنطن كيما هكا مليار دو دولار وتوت سويت خمسمائة مليون دولار عالطولة تودى بهم تبقى تختم على روحك تبقى نتر كمين نا 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 ستخي بوزيتيف حاجة بركة نقول انا وين ها باش تتحطوا شكون البلدان السعيد الحظ اللي باش يمشي فيهم هل كنا احنا من ناس سبقين باش عمانا بوزيون ممتعنا باش نكونوا من جملة الناس رغم التقات الكبيرة الجبارة اللي عنا معناها نذكرك اللي الجامعات تتصيد لها في تونس كل عام تخرج ميات واللي يختموا في السيدليات العالمية موجودين هل انه تونس بشتاخو حظها في الصنع اللي قاحنا نحن عنا عادة مصانع اه في تونس متاع ادوية وقاعدة تصدر ونذكر الفامة اه مركز النهوذ بساة تصدير الميديكامون الادوية تعمل في في تونس ومازال في البداية متاعه ما نعرش البجيه تحطه ما تحطش مهدي ما الحكاية ديته شوية وقت اه ولكن هي انا بشرة هالموضوع اذا متاع اه ام ميليار دو دولار باش يوليوا اللي فاكسين الافريقية تستحقهم وخاصة لطفال تعرف لطفال بالمشكلة اللي سعر متاع الكوفيد العدد متاع التلقيح نقص برشا بارابول للقبل لانو اعطت بريوريتي للكوفيد ومبعد ما ميكانيزم كل تخل بعضه دياي بارتورباسيون دون لسوبلاي شيء وبعد ما انا حبيت لو بتاعه ترجع كين كان قبل ان تخطون شكون يخلص كاش هما صغيرات صغيرات ما ما فاماش الفكسن متاع بعض الامراض اللي ممكن تتلى فيها اذا كانت فام اللقاحات تتحط من الو بكل. بضبط. اه دونك هي بوش رابية اذا كانت فاما حاجة الوكلان دوي دو ساتة ربريك هو اليوم المؤسسات التونسية الى اي مداية تنجم تقتنص الفرصة هذية اه او 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 تستعمل المعلومة هذية بيان افيدا ما بش تتموقع هالفو مع علاقات سابقة تم اقامتها مع الافما بيان افيدا ما دوت فالسان ستين او بورتونيتي اليوم للمخابر الصيدلانية والحتى لي ما كاتب البحث التونسية الصيدلانية وفي كي ما حكيت انتي على كلية الصيدلة في المونستير والعديد اليوم من المؤسسات الى اي مدى تنجم تونس تستنفع من النقطة هذية تفاصل الاخبار هذي هولي بش ننتبعوه سنة وعام الجي والعام اللي بعده بيان افيدا ما بش شوفو شكرا لك سيريدا بعد شوية في هايتك افريكا بش نحكيو على يانجو يانجو هي خدمة لنقل الركاب والبضائع في ساحة للعاج اليوم قادت تخدم انها تطور حضورها وتستثمر قرابة 300 مليون دولار امريكي لتوسيع خدماتها في ساحة للعاج يانجو هي خدمة بسيطة جدا ولكن الحلول اللي لقاتها للسكان وللمستعملين وللبضائع كبيرة ياسر يانجو بش تلقاو مجموعة من السايرات الحمرة اللي مكتوب عليها يانجو تقش عليها تكسيف لكن حمرة بش تلقاو الناس اللي يقوموا بتوصيل البضائع كيف كيف نفس اللبس الحمرة هذي كافيك يانجو بش نحكيو على التمويل الكبير هذية 300 مليون دولار كبير ياسر فازل صغير ونرجو لكم في عيديك افريكا اشتركوا في القناة